السلام عليكم ورحمة الله أصدقائي متابعي قناة والتدينة الرياضية كالعادة أخوكم المعتصد بالله محمد واليوم مع حلقة جديدة من سلسلة كأس العالم نحن حواليا بالعام 1990 العام اللي تغيرت فيه الكرة الأرضية لعدة أسباب أهمها وعلى رأسها أنا جيت عددنا أنا وصديقي وأخي مصطفى اللي هو المسؤول على المونتاج بالقناة هنحن أولدنا بها العام كمان صار كتير أحداث تفكك الاتحاد السوفيتي ألمانيا الشرقية والغربية توحدوا ونهدي دار برلين هاي الأحداث اللي كانت قبل بداية كأس العالم لكن هاي ما منعت انه ألمانيا تشارك بفريقين والاتحاد السوفيتي شارك بمنتخب واحد واللي كانت هي آخر نسخة بشارك فيها شيء اسمه والاتحاد السوفيتي أو ألمانيا الغربية والشرقية سوف نحكي بتفاصيل أكثر عزيزي المتابع لمشان ما أطول عليك الفيديو وإذا أول مرة تشوفني اشترك بالقناة يفعل أحداث صارت عن هذه البطولة البطولة هي تحمل النسخة رقم 14 في سلسلة كأس العالم إيطاليا ثاني دولة في العالم تستضيف كأس العالم لمرتين بعد المكسيك إيطاليا ثاني مرة تستضيف كأس العالم إذا تسكروا استضافت أول مرة بال1934 وثاني مرة بال1990 حالا في صارت شغلتين قبل بداية البطولة حرمت كل من تشيلي والمكسيك التأهل لكأس العالم المكسيك موضوع بسيط إنه شارك لعب مخالف للسن القانوني أكبر مدري أصغر والفيفا قراريت تشتبه أما بالنسبة للتشيلي فمبارات الإياب على ملعب المراكانة في البرازيل كانت الأمور تتجه لصالح تأهل فريق البرازيل لكن حارس التشيلي بطريقة ما استفاد من شعب الجماهير اللي رمت بعد المفارقات على الأرض الملعب فرحا بانتصار فريقة قبل نهاية المباراة تقريباً بين 15 إلى 20 دقيقة طالع شفرة وبدأ يضرب حوله والدماء بدأت تسيل هنا الحكم قرر يوقف المباراة والحجة أنه صار تدخل من الجمهور واعتداء على حارس التشيلي الصحافة هنا كانت تكاشف كل شي ورافع تقرير للفيفا بالصور ومرفق بالأدلة وهون الفيفا قرر أنه يبعد منتخب التشيلي عن تصفيات كأس العالم أينما كمان غاب عدة فرق كبيرة عن هالمونديال فرنسا المجر الدنمارك بولندا جمعت 24 منتخاب قسموا إلى 6 مجموعات وعليت التأهل على الشكل التالي 6 مجموعات يتأهل أول وثاني للدور الثاني صار عندك 12 فريق يتأهل أفضل أربع فرق احتلوا مركز ثالث وينضموا إلى 12 فرق ويصبح 16 فريق ثم دور النصف والنهائي الأرجنتين صدمة للعشاق والمتابعين فيها عن حال العالم لتأهلت كأفضل ثالث بهالبطولة ما قدرت تحسم صدارة أو وصفها بأي مجموعة وتأهلت ضمن الفرق الأربع كأفضل مركز ثالث البطولة كانت شعيحة جدا بالأهداف اللاعب كانوا بخيلين جدا بالتسجيل من 52 مباراة قوام البطولة تم تسجيل مية و 15 هدف بمعدل 2.2 هدف أغلب المباراة انتهت بركلات الترجيح بعد التعاضل 0011 نجوم كبار شاركوا بها البطولة البداية دائما من بطل العالم الأرجنتين اللي هو حامل لقب دخل البطولة حارسه تشويوشكا اللي استدعى القائمة بعد اعتذار الحارس الثاني للمنتخب وفي أول مباراة للمنتخب بكأس العالم بينصاب حارس الأساسي وبصير هو الحارس الأول بالفريق وبعدين تبتدي قصة جميلة لهالحارس هذا هالحارس هذا هو أول حارس في تاريخ كأس العالم بيتصدى لأربع ركلات ترجيح في نسخة واحدة تشويوشكا إن شاء الله يكون عبدالفظ اسمه بشكل صحيح بالإضافة لكانيجا ومرد هنا هنه كانوا نجوم المنتخب الأرجنتيني ألمانيا كان عندها رودي بولار ويورجين جلينزمان بالإضافة للوثار ماتيوس اللي كان هو قائد فريق ويدربهم الأسطورة الألمانية فرانس بيكينباور أما أبرز النجوم صاحب الأرض المنتخب الإيطالي كان سكلاتشي وروبرتو باجيو والحارس والترزينجا اللي كان عمره أربعين سنة بيومها وضروري نذكر كمان منتخب هولندا كان عنده ردخولي كاميرون كان عنده روجيرو ميلا صاحب الثمانية وثلاثين سنة وهلأ رح نحكي عن مشوار الشقيقين العربيين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية بيهنس خاي بتشكيل الإمارات بتذكر النجمين المهاجمين عدنان طلياني وفهد خميس هدول اسمين معلقين ببالي من زمان لأني تبعت كزا مباراة وأكثر من مرة المنتخب الإماراتي للأماني محفظ غير الاسمين هدول الإمارات يواجه هرمانيا غربية بالمباراة الأولى ويخسر بنتيجة قاسية خمسة واحد بالمباراة الثانية يلعب ضد يوازلافيا وأيضا يخسر بنتيجة كبيرة أربع واحد والمباراة الثالثية يلعب ضد كولومبيا ويخسر بنتيجة اثنين صفر ويودع البطولة بدون أي نقطة رفقة الأسيا والثاني كوريا الجنوبية اللي كمان غادر البطولة بدون أي نقطة أما منتخب مصر العربية فوقع في مجموعة بطل يورو 1988 منتخب هولندا المدجج بيردخول إثري قدر يخرج من نقطة التعادل بعد ما خلصت المباراة واحد واحد سجل هدف منتخب مصر بيومها الكابتن مجدي عبدالغني من ركل الجزائر بالمباراة الثانية يواجه منتخب إيرلندا ويخلص المباراة بنتيجة صفر صفر وهذا المباراة الأحكاية سأتحدث لك أما المباراة الثالثة منتخب إنجلترا يتغلب على منتخب مصر بنتيجة واحد صفر والمنتخب المصر الشقيق يودع البطولة بنقطتين من تعادلين وخسارة مصر إيرلندا كأس العالم 1990 المباراة الثانية الجولة الثانية في الدور الأول والانتهت بنتيجة صفر صفر كانت سبب في تغيير ووضع قانون مهم في قانون قوانين كأس العالم قانون منع الحارس من مسك الكرة بيده العائدة من زميله سواء بالقدم أو بالفخذ أو بالظهر أو بالكام منعتها الظاهرة بتاتا تصريح جاك تشارلتون مدرب إيرلندا في يومها قال كرهت كرة القدم بسبب الأسلوب الدفاع العقيم الذي لعب به منتخب مصر طيب يا كابتن ورغم الحارس الخبير أحمد شوبير وكانت التعليمات واضحة عدم تلقي هدف والخروج من نقطة التعادل وهذا ما حدث بالفعل عندما قتل منتخب مصر المباراة بإرجاع الكرة للكابتن أحمد شوبير وكابتن أحمد شوبير كان يمسكها ويرسلها لدفاعات إيرلندا ولما المنتخب المصري بيستلم الكرة فورا بيرجعها للحارس ويتبادل الكرة بين بعضهم بيمسكها ويرجع بيلعبها إلى أن انتهت المباراة وضجت الصحافة بها المباراة وكثير من الناس انتقدوا اسلوب المنتخب المصري ووضعوا قانون منع مسك الكرة القادمة من المدافع القانون بخص الحارس وأظن الحكم السوري فاروق بوضو بيومها كان أحد الأعضاء الصوتوا لصالح القرار هذا في الدور الأول من مونديال 1990 حابب أحكي عن منتخب الكاميرون منتخب الكاميرون هو الحصان الأسود في هذه البطولة بمباراته الافتتاعية يتغلب على منتخب الأرجنتين بطل كأس العالم بنتيجة 1-0 وأكمل المباراة منتخب الكاميرون بتسع لعبين واحد طرد لعبين منه روجيه ميلا العجوز الكاميروني كان صاحب هدف الفوز والرقصة الشهيرة عند الركنية أمام العالم أكيد بالذاكره في هيك صورة وهيك لقطة راجع أرشيفك وبتعرف أن روجيه ميلا هو صاحب الرقصة الشهيرة الكاميرون يستمر بالمغامرة ويتغلب على رومانيا ويخسر المباراة الأخيرة أمام السوفييت ويتأهل الدور الثاني لأول مرة في تاريخه أبرز حدث في الدور الأول هو احتلال الأرجنتين للمركز الثالث في مجموعته وتأهله كأحد أفضل فرق لاحتلة مركز الثالث للدور الثاني بالدور الثاني الكاميرون أيضا تستمر بالمغامرة وتهزم كولومبيا بنتيجة 2-0 بعد التعاوض بالوقت الأصلي 0-0 منتخب الكاميرون يسجل هدفهم بالوقت بدل الضائع ويتأهل أول مرة في تاريخه للدور الرابع النهائي ويكون أول منتخب أفريقي يتأهل للدور الرابع النهائي في كأس العالم ولذلك الفيفا زادت عدد مقاعد أفريقيا في النسخة القادمة أما أقوى مباريات الدور الثاني جمعت البرازيل التي تصدر مجموعته مع الأرجنتين في أقوى مواجهات الدور الثاني وفيها انتصر الأرجنتين انتصر الأرجنتين ولكن بخدعة ما هي الخدعة؟ انتهى الشوط الأول بالتعاوض السلبي وكان فيه لاعب مخصص لمراقبة دياكو أرمندو مارادونا هاللاعب الأرجنتيني اسمه برانكو برانكو صرح للصحافة بعد المباراة انه شرب مياه قدموا ليها الطاقم المساعد والطاقم التدريبي والطب لفريق الأرجنتين وحس بخمول وبرود وفتور وهدوء أعصاب وقلة حيلة ونشاط في الشوط الثاني مما سمح لمارادونا بالانطلاق أكثر والمساهمة بتشجيل هدف الفوز وتأهل فريقه للدور الربع النهائي وفعلا كانوا ساقينه للشاب مياه فيها مخدر معركة السانسيرو الشهيرة كمان وقعت في الدور الربع النهائي البطولة الإيطالية شهدت واحدة من عشرس المباراة اللي حثت في التاريخ ألمانيا الغربية ضد هولندا اشتباكات دخل الملعب تدخلات عنيفة فرانك ريكارد يبسق على الرودي بولر هاللقطة أكيد شايفة أنت كابتن أكيد ألمانيا الغربية تغلب هولندا بنتيجة 2-1 منتخب إيرلندا تعادل بثلاث مباراة بالدور الأول وتعادل أيضا في مباراة الدور الثاني وتأهل للربع نهائي وخسر من إيطاليا بنتيجة 1-0 لكن هل تعلم أن إيطاليا بالدور الأول والدور الثاني والدور الربع النهائي لحتى وصلت عن نصف نهائي ما تلقت ولا هدف ضيف المعلومة كما لأرشيفة وصلنا للدور النصف النهائي المباراة الأولى جمعت ألمانيا الغربية ضد إنجلترا وفيها فازت ألمانيا الغربية بنتيجة 2-1 وتأهلت للمباراة النهائية للمرة الثانية على التوالي الثانية في الدور النصف النهائي يتواجهوا على ملعب السام باولو منتخبي إيطاليا صاحب الأرض والجمهور ومنتخب الأرجنتين في هذه الفترة نابولي كان عنده النجم الكبير أرماندو مارادونا ونابولي هو صاحب ملعب سام باولو المباراة هذه شهدت قبل انطلاق تهديدات من المافيا لأرماندو مارادونا لا تلعب لا رح نكسر لك رجلك رح نقطفك رح نقوس عليك كانت تهديدات من الموافيا الإيطالية تمنع اللاعب يلعب لكن مارادونا لعب وتقلق كل مكان استلم كرة كان جماهير السام باولي بتصفر عليه سام باولو عفوان بتصفر عليه بعنف مشان توطره لكن دياغو كان في المواعد كالعادية المباراة اللي بدأها باجيو على مقال الاحتياط كان سكاليتشي عاب يسجل الهدف الأول لمنتخب إيطاليا بالدقيقة 18 كان عابد عاضل النتائج والأرقام بالدقيقة 67 والطليان حاولوا يهدروا الوقت مشان يصلوا باللعبة لضربات الترجيح مع تمدين على الحارسهم والترزينجا والهدف اتلقوا بي المباراة هو أول هدف يتلقوا بمونديال كيلو مونديال 1990 أول هدف سجل في مرمى إيطاليا بالدونس في نياه يسجلوا كانيجا بركلات الترجيح فازت الأرجنتين بنتيجة 4-3 وطلعت لتواجه ألمانيا الغربية في النهاية المكرر للمرة الثانية على التواليد القبله كمان لعبوا الأرجنتين وألمانيا الغربية وفازت الأرجنتين بنتيجة 3-2 هلأ وصلنا على المباراة النهائية ألمانيا الغربية ضد الأرجنتين قبل ما نحكي بتفاصيل المباراة النهائية حابب قل لك أنه إيطاليا فازت على إنجلترا واحتلت المركز الثالث في كأس العالم وانت لا حتى الآن ما لك حطت لايك حطت لايك لا تنساه المباراة كانت حماسية ومغلقة وكمية النجوم في الفريقين كافية لامتاعك لفترات طويلة لكن الغريب أن الفريقين عجزة عن التسجيل من هجمات مناسقة بكل هؤلاء النجوم ولكن المباراة انتهت بنتيجة 1-0 لصالح ألمانيا الغربية بهدف سجل عن طريق ركل الجزاء ترجمها أندري اس بريمي لعب ألمانيا الغربية إلى هدف وفازت ألمانيا الغربية 1-0 بهذا تكون ألمانيا الغربية ردت خساراتها في المونديال الماضي وتوجت بلقاب 1990 سكيلتش كان العنوان الأبرز لهذه البطولة حيث كان هداف البطولة برصيد 6 أهداف وتم إعطاه جائزة أفضل لعب في البطولة أيضا انتشويوشكا حارس لأرجنتين هو أفضل حارس بهالنسخة لأن أصدقائي المتابعين طوينا صفحة جديدة من صفحات كأس العالم 14 نسخة مع النسخة 1990 نسخة كأس العالم في إيطاليا منكون سردناها لكم كان معكم أخوكم المعدة بسم الله محمد أتمنى إذا أعجبك الفيديو تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس وتتركنا أثرك الطيب في تعليقه لا تنسوا الصلاة على حبيبنا المحمد عليه الصلاة والسلام وكمان لا تنسوا تدعمونا وأحكوا لرفقاتكم عنا أكيد رح ننبسط بهالشي إلى على أمل اللقاء عما قريب دنتم بأمان الله وحبه